الزوج أن تدخل وقت ما يحصل ضرب أو يحصل تعدي أو يحصل كذا على طول الأهل يتدخل أنا عندي تحفظ على الموضوع ده لإني قد يحدث هذا الموضوع ولا يتقرر بالتفاهم ما بين الزوجين إذا تدخل الأهل هتحصل المشكلة وهتكبر وهتتسع ديرة الخلاف بينهم ولكن أشوف هل هو هل أنا صدر مني سلوك لدرجة هذا الشخص يفقد أعصابه ولا يصح مهما كان لازم يكون عنده ضبط للذاته لازم يكون عنده ويعيب ذاته أثناء منقشة أي خلاف زواجه لكن هل هي قالت كلمة خرجته بره إطار رجلته وخلته يفقد أعصابه ويفقد عقله ويحصل منه الحوار ده هي أول شيء تعمله في الحتة دي تستخدم سلاح الأنسة إيه سلاح الأنسة البكاء ما تردش عليه في الوقت ده ولا هي تتخانق معاه ولا تشد معاه لأنه هيحصل الموضوع ويحصل عملية عناد وهيبدأ الرجل يزهر رجلك لكن هنا إذا هي تدخلت وبدأت تاخد وجات بقى لما الأمور هديت كده وقالت له يعني أنا ما توقعت أنا أنا معاك سعيدة وأنت إنسان رائع وأنت إنسان كده أنت ينظر منك السلوك ده ما توقعت أن أنت بعد فترة الهدوء هو هيجي يعتذر له ربما بعض الأحيان هذا التصرف يعيد الزوج مع سبب ردة الفعلة أنا عايزة أسألك سؤال إحنا إحنا في العلاقات وفي مسألة التدخل دي لازم نكون حارسين الأول لأن أول ما تخرج من البيت أو أول تدخل للأهل سدقيني هيصفوا على طول في صف المرأة ما عليش عافوا بس النقطة الأخيرة بالنسبة لأولاد تقول إن إحنا هدفنا في زوجيا إن إحنا نعيش عشان الأولاد لا هدفنا الأول الزوجين عشان كل مكان الزوجين سعداء كل مكانه لبناء سعداء